فضل السلام عليكم وعليك السلام واتفتح واتفتح ليت أدوت فضل شيخ وليد كيف لونك والله الحمد لله رب العالمين بخير حيل في نعم وفضل من الله إن شاء الله دائما شيخ وليد أنا مهتدي شيعي ما شاء الله فقط عندي سؤال إذا ممكن فضل عندي سؤال فقط عن التوحيد فضل هل أهل السنة والجماعة فعلا يقولون إن المكان أزلي مع الله أن المكان أزلي مع الله طب هات اللي جنبك هات اللي جنبك هات اللي جنبك سبحان الله الغراء الشيعي لا يوصف نفس النمر اللي أنت بتتصل بيها هي هي نمر الجندب لا والله أنا عراقي والله العظيم والله العظيم وبالله نفس النمر اللي تتصل بيها هي نفس النمر الجندب بسم بالله ما أعرفه ما تعرفه جميل ما فيش مشكلة جميل ما فيش مشكلة تعرفه وما تعرف السؤال اللي هو سأله صح نجاوبك على السؤال فضل أولا أن الله عز وجل هو من خلق المكان إذن المكان ليس بأزلي لو قلنا أن المكان أزلي وكأنه وجد مع الله والله عز وجل لا يوجد الله عز وجل هو البدء هو الأول هو الأحد الذي ليس قبله شيء فلو قلنا أن المكان أزلي إذن وكأن المكان تواجد مع الله في فترة زمنية واحدة ما ينفع لأن الله عز وجل هو الذي خلق المكان فضل تمام شكرا يا شيخ وليد لكن أنا في بعض اطلاعي على هذا الموضوع رأيت أن المكان أزلي مع ربكم وذلك أنه كان العرش موجودا على الماء من الذي خلق العرش هو الله سبحانه وتعالى خلق العرش طيب من الذي أتى أولا من العرش أم الله حسب عقيدتكم أن العرش مع الله أنا سألتك سؤال ما تقوليش حسب عقيدتكم أنت الآن قلت العرش فأنا سألتك سؤال قلت لك من الذي خلق العرش خلقه الله سبحانه وتعالى إذا العرش كان عدم كان عدم بس خلاص إذا أنت جوابت نفسك لكن أنتم تقولون أن العرش كان على المقاة معلش أنتم تقولون قلنا فين فضل إعرض للكتاب الكتاب موجود موجود في الدقيقة خليني أبحث عن المصدر تفضل حضوريك أبحث عنه تفضل يا عم السنة تفضل يا المهتدي الكتاب الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية إثبات الحد لله هذا في موجود في هذه الرواية أن الله قبل أن يستوي على العرش كان على عماء وما شاء وما شاء وما شاء قبل العرش كان على عماء كان على عماء كان على عماء فوقه هوا وتحته ماء يا ابني قبل خلق العرش قبل خلق العرش كان عرشوه على الماء اسمع يا ابني ما انتم ما بتفهموش انتم شا ستفهم يعني معناها قبل خلق العرش يعني مسلا حقول لحضرك حاجة قديك مثال ولله المثال الاعلى انا حضرتك اشتريت الستوديو ده لكن قبل الستوديو واخد لي بلاك كنت تاعت في شقة فلو سألتك انا اشتريت الشقة دي اللي قبل الستوديو هتقول لي اه اشتريتها تمام وبعد ما اشتريتها امت جاي نائل في شقة اكبر ولله المثال الاعلى يعني انا لو سألتك دلوقتي وكان عرشوه على الماء الله عز وجل ليس هو من خلق الماء نعم الله خلق الماء يبقى من الذي اتى اولا الماء ام الله يعني من الذي كان متواجد الله ام الماء حسب ما تدعون يا باش حسب ما تدعون ما تقول ليش حسب ما تدعون قل لي حسب فهمك انت للرواية تمام فانا افهمك انا الآن الله عز وجل العرشوه كان على الماء قبل ان يخرق العرش الذي في السماء يبقى ايه التعارض اللي هنا وبعد ان الله قبل ان يخلق او من ما خلق خلق القلم وقال له اكتب يعني قبل كمان ما يخلق العرش ويخلق الماء فانا سألتك سؤال سألتك سؤال تمام حضرتك دلوقتي انا موجود في شقة وانتقلت لشقة تانية انتقلت انت الان اسمعني بس انتقلت لشقة تانية يا شيخ وليد اسمعني بس يا عم اسمعني افهموا انا الان موجود في شقة وبعدين انتقلت لشقة تانية هل هذا يعني ان الشقة القديمة بتاعتي ديهت انا ما اشترتهش يا شيخ وليد ما يجري على المخلوقات لا يجري على الخالق يا شيخ وليد رجعك افهم هذا الكلام اديك مسال بس بس انا بديك مسال لتوضيح حشان تفهم ان الله قبل ان يستوي على العرش كان عرشه على الماء الله عز وجailleurs كان عرشه على الماء صح اذا ازلي مع الله قبل ان يخلق الخلق الله قبل ان يخلق الخلق كان العرش أزلي مع الله هتولي مشابكة علاها في دماغي والعرش الذي هو الماء العرش الذي هو الماء تمام مخلوق ولا غير مخلوق الماء الماء مخلوق لكنه خلق بعد الخلق إذا كان الماء مخلوق والعرش مخلوق كيف كان أزلي يا شيخ وليد يا شيخ وليد أن الماء أجلي مع ربكم والعرش كان على الماء يا شيخ وليد حضرتك أبوك قبل ما يتجوز أمك ويجيبك أبوك قبل ما يتجوز أمك ويجيبك كنت أنت معهم في ليلة الدخلة طبعا هذه ثاني مرة أنا أقول لك يا شيخ وليد يا عم أنا أبديك مثال بس لا تجري على الله ما يجري على مخلوقاته يا عم إسمعي الله عز وجل درب أمثلة بنفسه على مخلوقات عشان لتوضيح المثال توضيح المثال أنت مش فاهم قول مش فاهم أنا بسألك سؤال قبل أن الله عز وجل هو خالق الماء هو خالق العرش هتقول لي نعم إذن كيف العرش أزلي والماء أزلي ما يفرواه وكان عرشه على الماء يعني قبل أن يخلق عرش السماء كان عرشه على الماء وأول ما خلق الله خلق القلم يعني ما كانش فيه عرش لسه نعم صحيح نعم صحيح لكن العرش الذي استوى عليه بعد أن كان على عرشه على الماء استوى على عرشه في السماء يعني العرش هذك القديم هو عرشه أزلي معه طيب الله عز وجل خلق هذا العرش الذي على الماء الله خلقه الله هو من خلقه أن الله خلق العرش بالسماء أما العرش الذي عليه هو والماء الذي فوق الماء هذا أزلي معه طيب هاتلي من الرواية أن ابن تيمية قال أن العرش الذي في الماء هو أزلي مع الله فضل اثبت لي اثبت لي هاتلي من كلام ابن تيمية أنه قال أن عرش الماء أزلي مع الله فضل اثبت لي اثبت لي يا شيخ اثبت لي أن العرش الذي كان الله عليه امشي 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 اقول له أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم يبقى ما كانش فيه عرش لا على الماء ولا في السماء أسأله أقول له العرش اللي هو على الماء الله عز وجل هو من خلقه يقول نعم هو من خلقه إذا كان الله عز وجل هو من خلق الماء وخلق العرش اللازع الماء فكيف الماء أزلي وكيف العرش أزلي يقولك ثبت لي ولما تورد في كلام ابن تايمية هو مش فهم أساسا كلام ابن تايمية أن عرش الله عز وجل كان على الماء ولم يكن هناك عرش في السماء فالله عز وجل جعل عرش في السماء ولكن كان عرشه على الماء هل معنى أن كان عرشه على الماء هل هذا يعني أن الماء كان متواجد مع الله إذا كان متواجد مع الله فمن خلق الماء ومن خلق العرش إذا كان أزلي مع الله وأزلي مع الماء فمن خلق الله المستعد شفتوا بقى شلون العقول ويجي يحلف باللاكز بأساس بيحلف باللاكز لأن من نفسي نمرج جندب وسبحان الله يعني من نفسي نمرج جندب والسؤال بتاع جندب سبحان الله يا إخوان لا إله إلا الله ده إيه التوافق ده ده إيه التوافق ده ويحلف بالله أن أنا ما أعرفه حتى معجزات يا إخوانا معجزات دي معجزات كرمات